بسم الله الرحمن الرحيم نبقى في شرح مقرر تقييم وتشخيص صعوبات التعلم ونبقى مع الوحدة الثامنة تقييم وتشخيص صعوبات القراءة ونتناول الدرس الثاني بعنوان اختبارات القراءة غير الرسمية الجزء الأول لو تكلمنا عن بناء اختبار قراءة غير رسمي هذا الاختبار يجب أن يتكون من سلسلة من النصوص القرائية المتدرجة بدءا من صف معين مثلا من الصف الأول وحتى صف آخر مثلا حتى الصف السادس هنا يجب أن يتمثل كل مستوى صفي بدءا من الأول كما قلنا وحتى الصف السادس بنصين قرائيين يعني بمعنى هكذا هذا نص وهذا نص آخر النص الأول للقرائش الجهرية قراءة جهرية أما النص الثاني فهو للقرائش القراءة الصامتة عندما أضع نص يعني الصف الأول أضع لنصين النص الأول القراءة الجهرية من أجل أن نقيس ما يسمى بصحة القراءة ونص القراءة الصامتة من أجل أن نقيس ما يسمى بالفهم القرائي أو الاستيعاب القرائي إذن لكل صف وكل مستوى نصين نص للقراءة الجهرية ونص للقراءة الصامتة من أجل قياس صحة القراءة والفهم القرائي لو انتقلنا الآن لنتكلم عن هدف اختبارات القراءة غير رسمية لها ثلاث أهداف الهدف الأول وضع الطالب في مستوى الحقيقي بشكل صحيح في المواد القرائية المتواثرة أو بتقديم المواد القرائية المناسبة لهم يعني مثلا طالب في الصف السادس أختبرت اختبارات قراءة غير رسمية وجدت أن مستوى في الصف الرابع هنا إذن أستطيع أن أقوم بتقديم مستوى قراءة مناسب أي أضع له نصوص من مستوى الصف الرابع أما الهدف الثاني لاختبارات القراءة غير رسمية فتتمثل في تحديد مستوى الطفل الاستقلالي أو المستوى التعليمي أو مستوى الإخفاق في القراءة إذن هناك ثلاث مستويات أحد الطفل في أي مستوى يقع ومن خلال تحديد هذه المستويات يجب تقييم مستويات الفهم القراءة أيضا للطفل سواء قراءة جهرية أو صامتة إذا قرأ النص قراءة جهرية وأجاب عن أسئلة أو قراءة صامتة وأجاب عن أسئلة حتى أشخص له ماذا الفهم القراءة أيضا بالنسبة للهدف الثالث لهذه الاختبارات وهو تحليل أنماط الأخطاء التي يقع فيها الطفل عند قراءته وهنا نحدد ما هي الأخطاء الموجودة عند الطفل بشكل دقيق لو انتقلنا الآن نتكلم عن مستويات القراءة على اختبارات القراءة الرسمية وقلنا هناك ثلاث مستويات المستوى الأول هو ما يسمى بالمستوى الاستقلالي وهنا تعد القراءة أساسا عملية معرفية وفهم للكلمات ومعرفة وفهم للأفكار يعني نستطيع أن نقول أن الطفل إذا أردنا منه أن يقرأ بفاعلية يجب عليه أن يصل إلى مستوى معين من معرفة الكلمات وأن يصل كذلك إلى مستوى معين من الفهم الآن لو تكلمنا عن هذه المستويات كما قلنا ووضعنا إشارة تحت المستوى الاستقلالي نقول أن هذا المستوى هو الذي يستطيع أن يقرأ فيه الأطفال باستقلالي من غير الاعتماد على الآخرين كقراءة كتاب أو قصة يعني بمعنى أن المستوى الذي يقرأ في كتبه المدرسية دون مساعدة من أحد يعني أن الطفل استطيع أن يقرأ دون أن يكون أحد قريب منه ولا ينتظر المساعدة من أحد أما المستوى الثاني وهو المستوى التعليمي فهذا المستوى هو الذي يتوقع أن يقرأه الأطفال عادة في كتبه المدرسية مثل كتب العلوم وهكذا فهنا ممكن أن يعرفهم المعلم الكلمات الجديدة وقبل أن يشرحها لهم لفهم الأفكار وهم تضمن في مادتهم الدراسية عادة ما يتم وضع الطفل في هذا المستوى بناء على قدرته على قراءة كتب المدرسية بمستوى الصفي هنا نستطيع أن ننظر أيضا إلى سلوكات الطفل أثناء قراءته مثل مثلا هل وقفاته مقبولة عند القراءة هل عنده دقة ملاحظات في علامة الترقيم هل لديه طلاقة وهكذا أما المستوى الأخير وهو مستوى الإخفاق هذا المستوى تكون فيه مادة القراءة صعبة جدا لمتابعة القراءة على الطفل وهنا يجب أن نتجنب هذا المستوى ولا نعطيه للطفل إن كان مخفقا في هذا المستوى يعني حتى هذا المستوى له مؤشرات تدل عليه وهو كمؤشر على صعوبات التعلم مثلا صوت مرتفع أو منخفض قراءة جهرية غير معبرة عدم التقى في ملاحظات علامات الترقيم حركة الشفاء وحركة الرأس التعب واضح رفض الاستمرار من الطفل في القراءة عدم اهتمام بالمادة المقرؤة وهكذا